وأضيف الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة اتقوا فتنة ابتلاء وعقوبة إذا وقعت لن يكتفي الله سبحانه وتعالى على أن تصيب العصاء لا واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة إنما تعم الجميع تعم الجميع وفي حديث النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيحين عن زينب أم المؤمنين رضي الله عنها أنها موضع الشاهد أنها سألت النبي عليه الصلاة والسلام لما تكلم عن الإهلاك العام لقوم يغزون الكعب وقالت هي أنهلك وفينا الصالحون يا رسول الله وارضة أدن عن عائش أنهلك وفينا الصالحون يا رسول الله قال نعم إذا كسر الخبس إذا كسر الخبس الله سبحانه وتعالى يهلك الجميع الصالح بالطالح إذا إذن من رحمة الله سبحانه وتعالى أن يهلك المكذبين الذين يؤدي بقاءهم في الأرض إلى أن تعمل عقوبة العامة على الجميع إذا ليس هذا من الرحمة أن الله سبحانه وتعالى يدفع تجذيب هؤلاء يدفع أزا هؤلاء لسائر الناس كما بينا في أول الكلام قطع عضو فاسد من أجل صحة باقي الأعضاء يبا هذا كان أنا أطلت النفس في هذا